موسيقى إن الجهود الدولية ما زالت لم تفلح بعد في إيقاف ظاهرة الهجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء وبلدان شمال إفريقيا بعدد أقل نحو السواحل الشمالية للمتوسط لا سيام إيطاليا تصريحات رئيس بلاك ووتر لصحيفة كوريرا ديلا سيرا الإيطالية بالذات تؤكد أن هناك نية حقيقية لصاحب الشركة سيئة السمعة في نقل خدمات شركته فرونتير سيرفس جروب التي لا تختلف عن بلاك ووتر إلى الجنوب الليبي ومحاولاته إقناع الاتحاد الأوروبي بذلك الاتحاد الأوروبي المعني الأول بمسألة الهجرة غير الشرعية التي أنفق من أجل مكافحتها ملايين الدولارات ما زال عجزا عن إيجاد حلول جذرية للحد من الظاهرة في محاولة منه لإقناع أوروبا والولايات المتحدة بمقترحه للحد من الهجرة يقول برانس مؤسس بلاك ووتر إنه سيكون من السهل على الشركة وقفه والتسكين وإعادة مئات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا ويرى برانس بحسب تقرير لصحيفة The Guardian أن اقتراحه سيكون خيارا أكثر إنسانية بالنسبة للاتحاد الأوروبي مقارنة بالوضع السائد في ليبيا حاليا والتقارير التي تتحدث عن انتهاكات متعددة لحقوق المهاجرين واللاجئين اقتراح إيريك برانس وهو المقرب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولديه نفوذ وحضوة في دول أوروبية عدة يمكن أن يجد طريقه إلى التحقيق خاصة وأن خطته تعتمد على جزء صغير من الأموال التي يخصصها الاتحاد الأوروبي للتجهزات والسفن التي تعترض طريق زوارق المهاجرين في المتوسط الاتجار بالبشر من السودان واتشاد ونيجر وغيرها من الدول الافريقية هو عملية اقتصادية ربحية يقترح برانس لوقفها إنشاء شرطة على طول الحدود الجنوبية الليبية ووضع ثلاث قواعد عسكرية ونشر نحو سبعمائة وخمسين من المرتزقة الأجانب الذين يرغبون في العمل مع الشركة والتعاون مع الليبيين يرتبط اسم إيريك برانس ببلاكووتر وقد اشتهرت شركته التي أسسها في الف وتسعمائة وستة وتسعين بجرائم القتل والمؤامرات وتنفيذ أجندات الحكومات الأمريكية وجنيها لملايين الدولارات مقابل أعمال لا إنسانية يجرمها القانون الدولي تحت غطاء خدمات التأمين الخاصة إيريك برانس الذي يقتلن اسمه كذلك بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم القتل في دول عربية عدة أولها العراق يعمل أيضا مستشارا أمنيا في الإمارات التي عرفت بانتهاكها للسيادة الوطنية والتدخلات المباشرة في ليبيا عبر القصف الجوي لعدة مناطق إضافة إلى دعمها العسكري والمالي لقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر فضلا عن التقارير التي نشرتها وسائل أعلام غربية سابقا والتي تفيد بتعاقد قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر مع طيارين من شركة بلاكووتر أثناء حربه على بنغازي بلاكووتر وغيرها من شركات إيريك برانس وشركات المقاولات الأمنية تعمل في منطقة قانونية رمادية تترك الباب واسعا أمام الانتهاكات ولتكاد توجد قوانين جادة لمحاسبتها على الجرائم التي يمكن أن ترتكبها فهل يتحول الجنوب الليبي إلى مرتع لشركات المرتزقة لجانب التي خربت بلدانا عربية عدة ونشرت الرعب والدمار في كل مكان اتجهت إليه ووجدت فيه اشتركوا في القناة